بس بعد شهر بقى عن الاهتمام واللاف لوفا بقى وكده قال لي خطي اجازة من شغلك انا عاوز بنسافل في اي حتة انا بسألتها حانا وانتش طبعا انا فرحت جدا وجريت زي المجنونة طبعا هنا بقى حصلت علاقة مبينة وطلب مني قسيب شغلي في مقابل اننا حنتجوز لحد الان انا اعرفه ده ادري ست شعور بالضبط لحد دلوقتي ما اخدش خطوة دي نهائيا ولا هيخدها ولا هيخدها هو متجاوز وعند ولدين ولا هيخدها طبعا انا بحبه جدا يعني مش عايزة اقولك انا حاتي تغيرك وساعت اولي بيت، كانها زي ما بعد ما عارفته ولا هياخد خطوة وانت بالنسبة له مرحلة واحدة زي الف واحدة دخلت حياته انا خطبت شغلي انا دلوقتي بقيت في مكان وروف مكان حتى منتقبلش ولا بشوفه عشان العلاقة دي تحت ويختفي كتير وبعدين يظهر درس يا بنت الناس انت سيبت شغلك ما بتشتغليش دلوقتي لا ليه كنت بتكسابي كويس من شغلك هل معوضك الفلوس دي الفلوس طيب اسمعيني طيب واحدة واحدة بس هو معوضك الفلوس علشان يقعدك في البيت ويجي اخب منك اللي هو عايزه في اي وقت هو بياخد منك شهوته هو بيفضي عندك واجع قلبه بتاع شغله ومراجله عشان انت اللي وقعت في سكته وكان فيه قبلك حد تاني وهيبقى فيه بعدك حد تالت وهيبقى فيه بعدها حد رابع وهي الحياة بالنسبة له كده بفلوسه راجل صاحب فندق ومع ارشين حلوين وانتي فنانة استعراضية لطيفة عجبتي قاعد يحضر لك يوم في التاني في التالت في الرابع في شهر بعد كده قام طالبك في حفلة برايفت عنده اشتراكي بفلوسه وفي الاخر قالك تعاني اطلع نسافر نتفسح يومين طلعت سافر يتفسح يومين وعمل العلاقة وظبط السيستم وبقت خلاص قعودي وهديك الفلوس اللي انتي عايزاها والشقة دي انتي قاعدة فيها وانا هبقى جيل الخطف كده سرقة زي الافلام لا بيدوسه بتاعت زمان طيب يا قلت انا في حاجة دلوقتي هو دلوقتي هو دلوقتي قال لي انه بيحبني بجد وعاوز يتجوزني بجد فيه شوية ظروف عنده تعدي تعدي وهيتجوزني ايه الظروف اللي عنده بس قاله مش بيرد علي يا قسامي طيب تعالي اقولك ايه الظروف اللي عنده النهاردة لو هو عايز يتجوزك وفتح لك بيت وبيديك فلوس الظروف اللي عنده دي قد تكون ايه عليه حكم مثلا وهيتحبس لا ممكن ما عرفش انا مش رحبا ما فيش معرفش فكري انتي موقفة مخك ايه الظروف اللي عنده مستني يطلق مراته مش هيطلق مراته مستني ايه طيب ما وكده كده هيتجوزك في السر انتي فكرك انه هيتجوزك في العلن ما اعتربتش على ده طيب بس هو ما اخدش حتى الخطوة ده مش هياخدها ياخدها ليه ما هو شريكي يا بنت الناس الراجل شريكي خلاص نزل سوق العبيد اشترى عبدة ما تزعليش مني كلامي جارح بس بيفوق خدها اعادها في مكان بتاعته بيديها فلوس عشان تسكت وانا بجي لها وقت ما انا عايز طيب انا دلوقتي انا بقوله يبقى عني وصدني اشوف طريق حياتي وارجع تاني الشغل مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة اسمها اقوله ابعد مش هيبعد اللي عايز يبعد يا بنت الناس انا حاولت اختبره يا قسامة وبقوله ان انا حرجع الشغل هو اتجمن التجاهل اللي كان فيه مبقاش موجود بقى كل شوية تسكت ازاي المجنون طيب قولينه بقى يا تتجوزني يرجع شغلي وشوفي يكون ربه فعل اترون تعاوز مني انت لتجابني اشوف شغلي وحياتي يا بنت الناس متديد الحق ان انا كنت محترمة اسمعي بقى اسمعي اطمو ابرك من نحته اي انا بجبها لك من الاخر واخباك ازاي انت كده ان انت شايفة ان انت عايش حياة الست المحترمة لا طبع حلو انت لما كنت فنانة استعراضية وما بتعميش علاقات مع حد مش كان اكرم لك طبعا حلوة قوي هو ده اللي انا بفكر فيه حلوة قوي من الاخر هتتجوزني ولا ارجع شغلي هتجوزك بس اديني يومين تلاتة لا ما فيش اديني كلمة حلوة قوي انا معاك انا معاك يا بنت الناس سوان يا قسيمة اختبرته قلت له ان انا متقدم لي واحد كويس جدا كنت كان اختبار مش اكتر انا فيه واحد متقدم لي كويس جدا ومحترم قال لي خلطانا رفضت لي يعني ترفضي ترفضي عايش المحترم عشان خاطر عايزة ترجع للرق عارفة ليه عشان لو جالك واحد محترم هو برضو هيفضل على علاقة بيك قالك مش هسيبك ترجاعي للحياة الوسخة دي تاني طب انا ااسف جدا في اللفظ واللي هو عامله معاك ثانية واحدة ثانية واحدة هو الراجل اشتراكي انت ملكه فيش حد بيفرد في ملكه النهاردة عايزة اقولك حاجة هل علاقته بيك او الحياة بالشكل اللي انت عايشاها دي مش وحشة خلاص اذا كان بيقولك انا مش عايزك ترجاعي للحياة الوحشة وهو معايشك الاوحش كل مرة انتوا قاعدين مع بعض بتمارسوا فيها العلاقة الحميمية دي زنا طيب ليه بقى بتتحسبلي بزنا هو حجدني لبسني الحجاب ويعني عارف حسدني ان انا خلص طب يا ستي زي الفل لبسك الحجاب وانت بقيت زي الفل وماشية في سكة تانية على عين وعلى رصة انا بقوله انا دلوقتي بصلني وعارف ربنا وتحجبت يا ابنت الناس انا عايز عايش محترم يا ابنت الناس الناس فيه ناس كتيرة جدا عندها معايير مزدوجة يقولك امشي عدل ويحجبك واعرفي ربنا ويعمل معك يمارس معك الرزيلة علشان انت بقيت بتاعته هو لا حجبك عشان تتحجبي ولا هو كل دي وسائل بيسبتك بيها عشان تفضلي بتاعته انا المشكلة بقولتها ان انا بحبه جد مش عارفة مش عارفة تلوق من بنالي بص يا ابنت الناس كيف القرف يجيب له معلقة علشان انا بقول شوية كده مصطلحات سهلة واضحة وصريحة عايزة تعيشي تكلف عرف انزلي اشتريلك معلقة حلوة جدا عشان تغرفي بيها اوكي عايزة تفوقي من ده وتبقي انسانة حرة قرارك اين كان بقى هتروح تشتغلي رقاصة انت حرة هتروح تشتغلي ممرضة وتتعلميها انت حرة تشتغلي في محل ملابس انت حرة تتجوزي واحد وتعود في بيكو انت حرة انت حرة في قراراتك انما كده ده اسمه رقيق ابيض ده اشتراكي قعدك في بيت sorry for expression sorry تاني هقولها الكل اللي بيسمعونا دي حالة رفق ماينفعش تعيشي بالشكلة تبقي زوجة اه تبقي عزبة اه تبقي مطلقة اه تبقي رفيقة لا ايا كان الوضع مهما كانت الحياة اللي احنا عايشينها فيها اخطاء وفيها 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 غير الزنا لان ده من الكمائر اوكي انت عايشة حياة مش مظبوطة ومع الاسف انت دخلة في سكة غلط فيش حاجة اسمها بحبه اللي بيحب حد يحترمه اللي بيحب حد يصونه يعني حتى لو هو حبك وانت اساسا كنت يماشية في سكة مش كويسة وحبي يصونك ويكبرك ويحتويك ويحاجي عليك ويخليك في حتة تانية تكتب له عند ربنا سبحانه وتعالى ان هو ساعة بني ادمى انها تتوبت بك كويسة انما هو يا ريت ده هو بيزقك للرزيلة وفي الاخر هتقولي انا بحبه هرجع اقولك الكلمة الشهيرة كيف القرف يجيب له معلقة